احنا عندنا النهاردة حاجة اسمها مراكز التأهيل والإصلاح هتيجي تقول لي يوسف هي المسألة متعلقة بتغيير المسمى؟ لا المسألة مش متعلقة بتغيير المسمى المسألة متعلقة بالتغييرات الجوهرية اللي حصلة دي تالت مرة أروح ودي النطرون تحديدا رحت أول مرة خالص وهو لسه بيفتتح أقل قليلا من عام وبعدين رحت تاني بعدها مع وفد آخر وبعدين رحت مؤخرة أول حاجة عند واحد زي حالتي أنا شخصيا أنا تركبتي كده يعني ببص على بعض التفاصيل التي تبدو تفهى يعني اللي هو إيه أبدأ أبص مثلا على إيه على أكر الأبواب على الاركان بتاعت الحطان على اليوفت عاملة إزاي أبص مثلا على الأسرة بتاعت المرضى في المستشفى أبص على القوض بتاعت العنال مركزة ببص على الأجهزة ببص عليها أنا هل أنا فاعم حاجة في الأجهزة؟ إطلاقا أنا ببص بشوف يا ترى هل ترى هي لسة لسة بنفس جودتها لسة بنفس حالتها وكأنها لسة جاية مبارح يا ترى هل ترى بالمختصر المفيد هي زي ما كانت أول يوم جينا فيه هنا تقريبا من حوالي عشر تشهر أظنه ولا لأ؟ يعني هل أصابها مثلا الإهمال الإهتراء ما بتعمل لهاش صيانة إطلاقا خد بالك فيه كده جملة عندنا في مصر دايما أنه أقول لك إيه لسة جديد بشوكه فإحنا رحنا أول مرة والحاجة لسة جديدة بشوكها واللي تعودنا عليه في حياتنا عموما في مصر الحاجة وهي لسة جديدة بتبرق كده وبتلمع عد عليها شهرين ثلاثة بكتيره تبدأ تشعر بتهالك الأشياء فوادي النطول ما حصلش كده ده معنى إيه على طول كده معنى إنه هناك صيانة دائمة واعتناء كامل بكل تفصيل موجودة مهما كانت بسيطة ده واحد إذا كان الاعتناء بهذا المركز يصل إلى هذا الحد ده معنى إنه الاعتناء بنزلاء المركز يصل عند أعلى من هذا الحد لأنه اسأل نفسك بمنتهى البساطة وزارة الداخلية جمهورية مصر العربية اتكلفوا كل دليل هو ما فيش حد طالبهم بكده بالمناسبة يعني ما فيش حد قالوا يا جماعة غيروا لنا الشكل بتاع المؤسسة العقبية سابقا لتتحول إلى مركز للتأهيل والإصلاح خالص دي رؤية الدولة ومن تحتها رؤية وزارة الداخلية هم اللي عايزين كده دي حاجة حاجة تانية وإحنا كدولة كوزارة هندفع كل الفلوس دي علشان إيه ما هو علشان النزيل اللي موجود مش عشان يبقى فيه عندي مبنى الشياكة طب ما خلاص كنت عملت مبنى الشياكة عملتها أي شيء تاني يعني عملتها لأي غرض آخر غير أنها تبقى مركز للتأهيل والإصلاح طيب وما معنى التأهيل والإصلاح هقولك برضو لأنا شفته من أول يوم مرورا بالزيارة في الزيارة التانية ذهابا إلى الزيارة التالتة أنه الناس النزلاء اللي جوه هم طبعا أنا مش بقولك هم هم يعني هم بيتعاملوا هي هي بنفس الطريقة ده واحد اتنين هو نفس الأنشطة اللي معمولة جوه اللي معمولة جوه هي هي طيب ده معنى إيه معناها أنه هناك إصرار على أن إحنا بدأنا هذا المشوار في أن إحنا نعمل مراكز للإصلاح والتأهيل يعني أنا عايز أصلحك أولا نفسيا وعايز أصلحك اجتماعيا وعاوز أأهلك علشان تدمج في المجتمع بعد ما تقضي هذه المدة رئيس الجمهورية قال مرة جملة حلوة جدا أول حديث حصل على مركز الإصلاح والتأهيل في ودي النطرون كان في هذا البرنامج على لسان فخامة رئيس الجمهورية قال إحنا قريبا هنفتتح مركز التأهيل وهتشوفه حاجة مختلفة تماما لأنه خد بالك بقى هنا دي زهنية الدولة لأنه مش المفروض البني آدم يتعاقب مرتين هو هيعاقب على الجريمة اللي ارتكبها بإيه تقييد حريته لكن مش هعاقبه مرة تانية بإن أنا أقعده في مكان غير جيد وغير صالح ولا هعاقبه مرة تانية بإن أنا ما صلحش منه سلوكيا وأهله مهنيا واجتماعيا ليدمج مرة تانية داخل المجتمع أنا مش هعاوز عاقب الناس مرتين فده اللي حاصل في المركز متعوادي النطرون على سبيل المثال إنه إيه؟ إنه يا جماعة إحنا عايزين الناس دي تطلع مواطنين زيهم زي أي مواطن صالح منتج في هذا المجتمع فجوه هتلاقيه مش بس بيوصلح نفسيا ده كمان بيتعلم حاجة ده كمان بيتعلم مهنة حرفة مهن تكنولوجية زي إصلاح الموبايلات وصي Falloutوش ومش عارف إيه؟ وحاجات زي كده بيتعلم إزاي يعمل موبايلة زي اللي إنتوا شايفينها كده بيتعلم إزاي يزرع وفي هناك مصروع صواب محترم جدا بيتعلم إزاي يشتغل فيه التسمين لأالمواشي وهناك فيه مشروع كبير ومحترم جدا بيتعلم إزاي يشتغل فيه مسألة تربية المواشي لأجل مش عارف الإنتاج الألبان وهناك فيه بضو مشروع كبير ومحترم جدا كذا الحال فيما يتعلق بالدواج أجد بعلمك أنا مش عمل المشروع وجايب نص من بره تشتغل فيه علشان يبقى فيك اكتفاء ذاتي فنأكلك لأ أنا عايزك أنت هتنتج بأيديك ده مرة واحد فتتعلم أهمية العمل والإنتاج وتصق في نفسك وتقدرها وتحترمها داتيا إن أنا أقدر أشتغل وأكسب بالحلال وبعرق جبيني ده واحد اتنين أي تافه بمعنى الحرف تافه هيشكك في اللي بقوله يروح يسأل وراي هتقولي يعني هو من يشكك هو تافه هقولك لا اللي عاوز يشكك وهو عاوز يوصل للحقيقة شيء واللي عاوز يسفه من الواقع ده شيء تاني فمن يسفه الواقع هو تافه أيوة فندم الناس النزل اللي هناك ده عمليا بتشتغل بفلوس يعني هو ليه إنتاجية وساعات عمل وكفاءة وجودة عمل زيه زي أي حد في أي حد بيشتغل قطاع خاص ولا قطاع عام وبالتالي بيحقق في آخر الشهر حصيلة مالية تبقى لهذه العوامل هذه الحصيلة المالية بتقسم على نصفين نصف بيرسل لأهليته اللي هو بيختارهم أب أم زوجة اللي هو عايزه من أهليته والخمسين في المية التانية بتتحطله في حسابه جوه المركز عشان لما يخرج يلاقي معاه إرشيل يبقى أنا ما بعاقبش أهليته أنا ما بعاقبش عياله هو أخطأ فمقيد حريته لكنه بيعمل داخل المركز عشان يعرف يصرف على العيال برة على أمهم على أبوه على أمه على أخته طيب والمبلغ اللي بيتحوش له جوه ده عشان لما يخرج يعرف يبقى فيه معاه إرشين يبدأ بيهم شغلانة حلال بالمناسبة وبتتم مساعدته من الوزارة عشان يعرف يلاقي شغلانة حلال ده المعنى لعشان كده هي ما هياش مؤسسة عقبية عشان كده هي ما هياش سجن هي تقييد للحرية؟ آه بس هي مركز للتأهيل للإصلاح أنا بصلح منك وأؤهلك للمجتمع ده الأساس دي فلسفة هذا المركز دي فلسفة هذا القطاع في وزارة الداخلية الجوهر هو ما تم تغييره وتطويره وتعديله علشان نوصل للحضراتكم شايفينه ده مش الشكل